بتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحثة السياسية الدكتور فالح الخطاب مرحبا بك الدكتور حياكم الله المحافظة الجنوبية رفضت قانون الانتخابات التظاهرات مستمرة الأحزاب تريد تمرير هذا القانون كيف ترى موقف الثوار المصر على رفض قانون الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم الواقع يقول أنه منطق السلطة منطق النظام ليس لديه شيء سوى القول لم يكن بلسان الحال بالمقال بلسان الحال ليس بالإبداع أكثر من ما كان هناك حقيقة مؤلمة وهي أنه هذا النظام لا يستطيع ولا يريد أن يحل هذه المشكلة أو يفهم مزاج الشارع وهو ليس مزاج إنما هو عقيدة انتفاضة هذا الشارع هذه المدن المحافظات المنتفضة العراق بالحقيقة كله بأجمعه يعني منتفض الآن وثائر يريد تغيير النظام عندما بدأت هذه الانتفاضة بتظاهرات كانت المطلب واضح وهو إسقاط النظام بالكامل كل يوم يمر كل يوم بالتأكيد يمر يؤكد هذه الحقيقة يؤكد أن هناك حاجة لتغيير النظام كاملا ليس تغييرا في النظام إنما تغيير النظام وقلع من جذوره لماذا؟ أكبر دليل على هذا هو أنه قضية رئاسة الحكومة رئاسة الوزراء نحن نشهد منذ فترة منذ استقالة عادل عبد المهدي حتى الآن مناورات مداورات عملية تدوير لأشخاص ولوجوه ترفض ثم ترفض ثم ترفض ثم ترفض أثبتت أنه هناك حاجة لتغيير النظام بالكلية أثبتتها قضية رئاسة الوزراء أنهم غير قادرين على إبراز أي شيء جديد المفوضية أثبتت أيضا عودة للنظام المحاصصة ثم قانون الانتخاب هذا أيضا أثبت أن هناك حاجة هل هؤلاء لا يؤتمنون لا على إخراج قانون ولا على أي تغيير هم يعني يغضون الترفح لأن الشعب هو مصدر السلطات الشعب مصدر السلطات بل بالحقيقة اليوم أثبتت أثبت هذا الشعب أنه مصدر السلطات من خلال رفضة لهذه الأسماء أكبر دليل الآن أن هذه الأسماء لم تمرر يعني هم الطرف الآخر في حيرة الطرف الآخر مرتبك الطرف الآخر محشور في زاوية طبعا هو لا يريد الاستسلام ولكن هو واضح واضح أنه الشعب مصدر السلطات من خلال رفضة ولو لم يكن هو الشعب مصدر السلطات لكان أمكن تمرير أي اسم من هذه الأسماء التي اخترحت من السابق نعم طبعا صور الاحتجاجات تنوعات ما بين أغلاق الطرق وأغلاق الجسور ثورة تشرين ثورة سلمية من صورها أيضا الحديقة الجديدة الآن في مستجدات هذه الأيام يعني أغلاق الميناء وأغلاق مصافي النفط يعني ما أثر ذلك على الحكومة وعلى الأحزاب الأثر حقيقة كبير والأثر هو يعني مهم وصحيح أن هذه الخطوات يعني يقوم بها المنتفضون مرة ثم يعودون عنها ثم يعودون مرة ثانية لها لأنه في الحقيقة هذا يؤكد سلمية هذه التظاهرات التي لم تخرج عن المألوف حتى الآن في هذا يعني هي تفعل هذه الأشياء مرة وتتركها مرة تعود لها مرة وهي في الحقيقة لا يمكن لها أن تتجاوز حتى الآن هذا الواقع السلمي لأنه هذا هو أكثر ما تملك حتى هذه اللحظة للتأثير على نظام لا يريد أن يستمع ولا يريد أن يرعوي أو ينصع في المجمل يعني دكتور فارح كيف تصف قانون الانتخابات رغم انسحاب الكتلة الكردية إصرار محمد الحلبوسي عليه بالمجمل كيف تصفه؟ يعني هذا القانون حقيقة من وضعه ومن كتبه ومن احتفل به هم ذات الأحزاب التي يشتكي منها الناس المشكلة في هؤلاء أنهم يحكمون منذ ستة عشر عام أوقعوا العراق في خراب كامل هؤلاء أنفسهم هم الذين يقترحون قانون جديد هذا القانون حقيقة إذا ما ناقشنا سلبيات مفصلة يعني هذه النقطة وتلك النقطة لكن يكفي أن نقول أن هذا القانون ليس هناك من ضمانة يعتمد عليها في أنه سيلبي طلب الثورة وسيأتي بطبقة الموضوع كل يتعلق بإنشاء طبقة سياسية جديدة طبقة سياسية جديدة هي تعبير عن إنهاء هذا النظام بالكامل كما هو معلوم دكتوري يعني الطبقة السياسية بالمجمل يعني منذ العام 2003 عملت على ترسيخ النفوذ الإيراني في العراق البعض يرى أن قانون الانتخابات أيضا صيغة وصنعة بأياد إيرانية ولكن هل من دلائل يعني ممكن أن تكون يعني قرينة لهذا الحديث بحيث أنه فعلا يكون هذا القانون هو قد صيغة بأياد إيرانية ماذا ستستفيد إيران من قانون الانتخابات يعني لنكون واضحين نحن إذا تكلمنا عن أياد إيرانية أو أياد أمريكية أو أياد أخرى هي أكثر من يد تعمل الآن في المجال العراقي البعد الخارجي موجود بالتأكيد وهؤلاء الموجودين الآن في السلطة خدم يعملون لمصالحهم ومصالح الآخرين هذا موجود لكن أكبر دليل على وجود هذا النفوذ الخارجي هو تكريس هذه الأحزاب تكريس بقاءها في الحكم من خلال آليات جديدة يعني استبدلوا الكتل الكبيرة من خلال قوائم فردية معينة لعبوا في الأرقام لعبوا في الكذا لكن لا توجد ضمانات يعني بمعنى آخر هم يمتلكون وسائل بقاءهم في الحكم يمتلكون أدوات صنع السلطة يمتلكون السلطة يمتلكون المال يمتلكون السلاح يمتلكون التأثير الإعلام يمتلكون القنوات الإعلامية التي تضل للناس يمتلكون البعد العشائري يمكن استغلاله يمتلكون إمكانية شراء الذمم شراء كثير من المتلونين والمنتفعين من رجلات الأحزاب يعني ثم قضية التزوير أين هي المفوضية أين هي النزاهة التي يمكن أن تعتمد عليها ثم متى يطبق هذا القانون إذا طبق كم المدة الخلافات التي ستبز يعني ستظهر لاحقا من يحسمها من هي المرجعية السياسية أو القضائية التي يمكن أن تبت إذن نحن نتحدث عن بقاء لهذا الوضع كل ما هناك شراء الوقت التمرير تمرير هذه الثورة لأن هذه الثورة هي أكبر أزمة تواجه هذا النظام العوبة الدمية بيد الخارج أزمة كبيرة لم يكن أحد يتوقع وبالتالي يريدون مغادرة هذه اللحظة التاريخية ووعدين لكل حادث حديث يعني أيضا يعني تعليقا على قانون الانتخابات الجديد هناك أيضا بعد دولي يعني أيضا تعاطت وسائل الإعلام الدولية مع قانون الانتخابات أيضا ووصفته بأنه جعل مقتسبات الثورة في مهب الريح هكذا تحدثت صحيفة الاندبندنت البريطانية كيف تنظر إلى تعاطي الدولي مع قانون الانتخابات يعني يعني تعاطي الدولي خلينا نضعه في قضية أكبر من قانون الانتخاب نضعه في تعاطي الدولي مع الثورة بأكملها التعاطي الدولي كما نعرف وتعاطي حذر وتعاطي الحذر هذا يعود إلى مسألتين المسألة الأولى أنه للأسف الشديد البعد الدولي وحتى كثير منه بعد إقليمي وأحيانا بعد عربي ينظر إلى ما يجري في العراق من الزاوية الإيرانية يعني ما هو الوضع الإيراني؟ ما هو الوضع الإيراني؟ ما هو وضع إيران؟ كيف يكون وضع إيران؟ هل هي في وضع قوة؟ في وضع ضعف؟ وبالتالي يتحكمون في المشهد العراقي من خلال مراقبتهم للوضع الإيراني؟ البعد الدولي أيضا يراقب قضية أخرى أكثر أهمية وهي ما هي هذه الثورة وما آلاتها على الوضع في العراق وعلى الهندسة الاحتلالية التي رافقت هذا الوضع هناك هندسة وضعت عام 2003 للعراق عن طريق المحاصصة وعن طريق هذا النظام هذا النظام لم يأتي من بناة الفكر العراقيين حتى الذين يحكمون الآن لا يعرفون هذا النظام حتى الدستور هذا من كتبه؟ نوح فيلدمان شخصية أمريكية يهودية جاء بي الاحتلال وقدم هذا الدستور وترجم وأعطيه لهؤلاء لعل الأحزاب تتعامل مع الثورة التشرين مع الثوار وهذه الانتفاضات في بغداد والمحافظات بقانون الاختيار إذا كنت تريد أرنبان خذ أرنبان تريد غزالا فخذ أرنبان بالتأكيد يعني انسحاب قصية سهيل وترشيح أسعد العيداني يعني كيف تفسره؟ كيف أفسره؟ فسره كما قلنا في منتسابات سابقة إما أن هذا النظام مغيب عن الواقع يعيش حالة إنكار يعني لا يفهم أو أنه شديد القبح وشديد يعني لا يخجل ولا يستحي لك أن تتصور أن أسعد العيداني محروق صفحة محروقة في محافظته داخل البصرة الناس لا يطيقون صوته ولا اسمه عندما يقدموه كمرشح يعني ماذا يعني هذا؟ إما أنهم يجهلون من يحكمون أو أنهم من القباحة ومن الصلاة ومن الغرور ومن الاستخفاف بهؤلاء الناس إلى الحد اللي يقولون لهم يعني إذا تكرهون فلان سنأتي به ونقدم كمرشح بالأساس هي تظاهرات كان ضد الفساد وضد الفاسدين هذا اللي يقول يعني هذه إما سلطة أنها لا تعيش حالة إنكار لا يوجد شيء نحن نعيش في سويسرا وفي عالم لطيف وجميل وإما أنهم يستخفون بالشعب يعني هذا غريب حقيقة يعني ليس عندهم حتى خيال واسع لكي ينتج شخصية معينة ليس على خلاف لكن يبدو كما قالوا الثوار كما يقولون الناس ليس فيهم شريف واحد يقدمه وإنك أنقدمه هذا ليس كلامي كلام الناس هم بيدهم مثل ما ذكرت السلاح والمال السلاح والمال والإعلام والكذب وشوية من التأييد الدولي إلى حين يعني إخراج شخصية مقبولة للغرب ولإسرائيل وكذا يعني هذا كلها طبعا غير معد هم يعني حقيقة تفاجأوا بهذه الثورة تفاجأوا بالشباب الذي قاد الثورة شباب منفصل تماما عن تاريخ أسود وضع للعراق فتفاجأوا به ولا يعرفون الآن هم في حيرة من أمرهم لكن هذا هو الواقع شكرا ضيفي في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب مرحبا بكم